على بركة الله تم افتتاح حد المشاريع المهمة في قضاء على الغربي اللي هو مشروع ماء 400 متر مكعب بالساعة في الجانب الأيسر لقضاء على الغربي باعتبار أنه هناك مجمع ماء 400 في جانب الأيمن وهذا المشروع يخدم الجانب الأيسر وبهذه الحالة أنه يتم استكمال خدمة الماء الصالح للشرب لكافة مناطق وأحياء قضاء على الغربي اللي هي موجودة في مركز القضاء وهناك مشاريع تم افتتاحها ومشاريع في طور الإنجاز للقرى والأرياف والمناطق الأخرى مشروع مجمع ماء بطاقة 400 متر مكعب بالساعة يغطي هذا المجمع جانب الأيسر من قضاء على الغربي كون كان هذا الجانب يعاني من الشحة خلال فصل الصيف أما اليوم وبدخول هذا المجمع إلى الخدمة سوف يتم القضاء على الشحة في جانب الأيسر من قضاء على الغربي بشكل تام يتكون هذا المشروع من أحواض ترسيب وفلاتر ومنظومة لزرق الشاب ومنظومة الكلور وجميعها منظومات متطورة مشروع ماء على الغربي جانب الأيسر طاقة 400 كم وكعب بالساعة مع خط ناقل 315 بطول 1100 هذا المشروع يحتور من أهم المشاريع التي نفذت من قبل محاض المسال لقضاء الغربي كونه يقضي على الشحة بصورة نهائية في الجانب الأيسر هذا الجانب الأيسر الذي توسع نتيجة التوسع السكان الذي حدث في قضاء الغربي كان يعاني من الشحة المياه بسبب احتماده على المشروع القديم وهو مشروع قديم وحقيقة متهالك وإلى فترة طويلة تم إنشاءها بالستينات والسبعينات بإنجاز هذا المشروع اليوم إن شاء الله سوف يتم تأمين الماء الصاحي الشرب لجميع مناطق الجانب الأيسر اللي هي البتو الأولى والثانية والصادق والزهراء والمناطق المجاورة إلها ترجمة نانسي قنقر